أهلا بكم في درس آخر من دروس شرح قصة أنيمل فارم مزرعة الحيوان لجورج أورويل أتأسف على عدم شرح هذه القصة لمدة طويلة ويبدو أنكم قد نسيتم الأجزاء التي شرحناها لمن لم يسبق له أن يستمع لتلك الأجزاء أنصح بالاستماع لها سأضح الرابط تحت الفيديو ومن استمع لها ونسي أحدث القصة يمكنه كذلك الرزوع والاستماع لها أن هذا هو الجزء الواحد والعشرين أن إذا كان هناك أي شيء لا يريد الحيوانات رجوعها ومتأكدين تماما أنهم لا يريدونه هو الرجوع جونز الحيوانات كانوا متأكدين جدا certain تاني متأكد عندما طرح عليهم الأمر بهذه الطريقة لم يكن لديهم أي شيء آخر ليقولوه عندما طرح عليهم بهذه الطريقة كما قلت إن لم تفهموا أحداث القصة التي أشرحها الآن يرجى الرجوع إلى الفيديو ما قبل هذا الفيديو إلى الجزء العشرين سأضع رابط قائمة التشغيل تحت الفيديو أهمية الحفاظ على صحة الخنازير كان واضحا جدا أبفيس أبفيس واضح أبفيس أبفيس واضح جدا بأن الحليب والتفاحات الساقطة يعني الساقطة من الشجرة وكذلك المحصول الرئيسي للتفاح عندما تنضج يجب أن يحفظ للخنازير وحدها كان من المفترض أن أعيد قراءة هذه الفقرة كلها لكي تثبت الكلمات والتعابير في ذهنكم لكن هذا سيطيل من الفيديو لذلك يمكنكم إيقاف الفيديو عندما أكمل شرح أي فقرة وتعيد قراءتها بأنفسكم وإن وجدتم أي صعوبة في الفهم ترجعون إلى الفيديو ولا التقائق أو الثواني قبل لإعادة الاستماع للشرح Chapter 4 By the late summer the news of what had happened on animal farm had spread across half the country Every day Snowball and Napoleon sent out flights of pigeons whose instructions were to mingle with the animals on neighboring farms tell them the story of the rebellion and teach them the tune of beasts of England بنهاية الصيف The news of what had happened أخبار الذي وقع الأشياء التي وقعت on animal farm had spread across half the country انتشرت في نصف البلد يعني عبر spread across half انتشرت عبر half نصف the country البلد Every day Snowball and Napoleon sent out flights of pigeons كل يوم أرسل Snowball وNapoleon أسراب من الحمام Flights of pigeons Flights of pigeons أسراب ضائرة من الحمام Whose instructions were to mingle with the animals on neighboring farms وهذه الأسراب كانت التعليمات الموجهة لهم instructions التعليمات أن يختلطوا مع الحيوانات في المزرعات المجاورة To mingle To mingle with the animals on neighboring farms neighboring farms مزرعات مجاورة Tell them the story of the rebellion وأن يخبروهم بقصة الثورة Tell them the story of the rebellion and teach them the tune of beasts of England وأن يعلموهم نغمة الأغنية أو نشيد Beasts of England وحوش Inglaterra Most of this time Mr. Jones had spent sitting in the top room of the Red Lion at Wellington complaining to anyone who would listen of the monstrous injustice he had suffered in being turned out of his property by a pack of good-for-nothing animals معظم هذا الوقت قضاه Mr. Jones جالساً في تابروم تابروم هي غرفة تقدم فيها مشروبات كحولية في Red Lion at Wellington مشتكياً لأي شخص complaining to anyone لأي شخص يود الاستماع له هذا الظلم يعني يشتكي له هذا الظلم الفضية monstrous injustice التي عان منها في طرده من ممتلكاته in being turned out of his property من قبل حيوانات لا قيمة لها buy a pack of good-for-nothing animals pack مجموعة good-for-nothing ليست جيدة لأي شيء لا قيمة لها غير مفيدة good-for-nothing animals property 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 الممتلكات monstrous injustice ظلم فضية the other farmers sympathized in principle but they did not at first give him much help at heart each of them was secretly wondering whether he could not somehow turn Jones' misfortune to his advantage المزارعون أو الفلاحون الآخرون تعاطفوا معه في المبدأ sympathized in principle in principle من حيث المبدأ لكنهم لم يفعلوا أي شيء للمساعدة but they did not at first give him much help at heart في الجوهر at heart each of them was secretly wondering كل منهم كان يتساءل سرا فيما إذا كان من الممكن تحويل مصيبة جونز ميستر جونز إلى مصلحته كانوا يرغبون في تحويل مشكلته إلى مصلحتهم misfortune مصيبة حظ تعيس شؤ سوء الحظ وجاءت من fortune التي تتعاني حظ جيد ومس هو بادئة استخدم لإعطاء ناقض الكلمات لتحويل الكلمات إلى ناقضها وكان من حسن الحد it was lucky أن ممتلك المزرعتين المتاخمتين المتاخمتين لأنيم الفارم كانوا على علاقة سيئة بشكل دائم بشكل دائم بشكل دائم بشكل دائم بشكل دائم يعني على علاقة سيئة بشكل دائم it was lucky that the owners of the two farms which adjoined animal farm were on permanently bad terms ابقوا معنا سأشرح البقية في درس سأنشره بعد اللحظات ترجمة نانسي قنقر